السلام عليكم أيضا السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أول حضركم طيب والله الحمد يا رب زين أول حضراتك الشيخنا واحد جارنا سرق واحد جاره فالمهم إحنا عندنا كاميرات كلاهما جار إيه كلاهما جاروا لكم آه آه وإحنا عندنا كاميرا يعني أنا عندي أنا عندي شاهد عن موضوع يعني طيب فالمهمة والدة السرق ده لما عرفت إن فيه موضوع سرقة قالت لي بالله عليك لو ابني ما تقول له همش طب لماذا وهو هيتوق وكده قل لها ردي المسروق وأنا أسكت ما ردات المسروق سأخبرهم آه طب أنا ما ردرتهوش هو المسروق لما ساعلني عربت بالكلام ما أنت رجل مش مظبوط لا الله يا شيخ ما وانا خفت من إحسا خلصيت مثل الآن مسئل الإثنين مسئل المسروق منه في دنيا ومسئل السرق في آخرته تمام طبعا أنا عرفي أي دول وقت الشيخ عليك أن تقول لأم جارك هذه يا والدة أنا سألت شيخ وقال لي إنك إنك إذا يعني تنصح برد المسروق رددتم المسروق وإلا سأخبره حتى أنقذكم من عذاب الله والآخر مسكين يأخذ حقه في الدنيا بس هو الموضوع قديم يا شيخ ما الموضوع من شهرين من شهرين من ثلاث شهور لازم تحصل تمام يا شيخ ما رح أكلمهم الآن يا أم فلان ابنك سرق وانا عندي الكاميرات فابنك ظلم نفسه سيعذب يوم الدين وهذا حقه ضعف الدنيا فأنا رجل أنت تحكي عن نفسك إنه غشاش غشاشت هذا وذاك غشاشت هذا بالسكوت عنه انصر أخيك ظالما أو مظلوما كيف أنصره ظالما يا رسول الله قال تمنعه من الظلم فلا نصرت الظالم ولا نصرت المظلوم يا شيخ ما يعني وكما ممكن يحصل الفتنة يا حبيبا أنا قلت لك كيف ضح الفتنة نعالج القصة إنها تسلم الأشياء بالحسنة بالسطر طب أنا لو بلغتها إنها تعمل كده وما عملت سأبلغ المسروق منه نعم سأبلغ من صرقة منه الشيء ولها كده صراحة أخبرها بذلك صراحة إذا لم ترد السلعة الشيء المسروق لصاحبي سأبلغه بس كده رجل قوي لازم تكون قوي في الحق أو تأخذ تشيب الحرامي صارك لو أنت مكان المسروق منه ماذا كنت تحب حتى تلقى تلقى حاشتك السلام عليكم